وجهت نظرنا هذه أفضل حل مشاكل تجوال الدولي بدلا ما تدفع مبالغ عالية تستخدم هذه البطاقات الالكترونية وريح راسك وتقدر تشحنها في أي وقت ومن أي مكان كل ريحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبق وتكلمنا عن بطاقات تغنيك عن خدمة التجوال الدولي والفوتير اللي تدفعها مبالغ طال اللي تدفعها إذا سافرت هذه البطاقات الالكترونية تنزل على طول في جوالك ولا تحتاج تدفع المبالغ اللي كنت تدفعها للشركات الاتصالات المحلية بس ثبت التطبيق وشحنها وراح توفر عليك عشر أضعاف اللي كنت أول تصرفها سابق وتكلمنا عنها في فيديوهات سابقة يظهر لكم الآن على إسار الشاشة الآن راح نتكلم عن حاجزين مهمات هذه اكتشفناها بعد عمل الفيديو الأول وهي البطاقات بعد ما تدخل على حسابك هنا عندك البطاقات المحلية البلدان الشائعة والبطاقات الإقليمية لما تضغط البطاقات الإقليمية مثلا وتنسافر لآسيا تختار آسيا هذه البطاقة تشتغل معك في 14 دولة 1 جيجا و 3 جيجا و 5 جيجا بالأيام حاجم القيجا وبالأيام 90 يوم إلى 180 يوم لو ان شوف هذه مثلا 1 جيجا 7 أيام 5 دولار تبدأ من 5 دولار تستخدمها في 14 بلد لو ضغطنا كذا راح نشوف الصين تايلند وينما تروح تشتغل فيها خلنا نضغط نشوف أيضا وش عندهم عن البطاقة هذه هذه إذا 14 بلد تشتغل فيها 1 جيجا و 7 أيام لو اخترنا خلنا هذه المعلومة الإضافية عنها شوف الشبكات متوفرة لكل بلد نضغط هذه الصين شوف تشايا يونيكوم آسيا تايلند AIS وهكذا كل دولة فيها شركة الاتصال التي تشتغل فيها هذه البطاقة شوفوا البلدان اللي يبسا في الاسيا هذه مرة متازة وتوفر عليك طبعا حنا قلنا إنها بيانات بس هي بالاتصال وتقدر تشحنها في أي وقت من أي مكان ما يحتاج يعني وهذه البلدان اللي تقدر تستخدم هل رجعنا مرة ثانية نشوف هذه بس الإقليم هذه يسمونها إقليمية لو تختار أفريقيا نفس الشيء ستطلع لك أفريقيا شوف أفريقيا نضغط أفريقيا مثلا هذه الدول 27 بلد في أفريقيا تشتغل معك هذه 1 جيجا و صلاحيتها 30 يوم و 30 يوم 27 دولار وهكذا تبدأ بس من 1 جيجا 30 يوم شوف البلدان اللي تشتغل فيها كل هذه من الدول العربية جزائر قابون القابل طبعا بلد عربي لكن نقول جزائر تورس جنوب أفريقيا اللي رخونت جنوب أفريقيا أيضا هنا الشبكات تم توفرها لكل دولة شوف هذه أنا ما شفت المغرب مع الدول العربية هنا منك موقع التباقية مع الشركة المشغلة ما هي موجودة المغرب لكن هذه بيانات شوف يقولك توقع سرعة أقل في جمهوريات تعرف الوضع في الدول الأفريقية هذه هذه أقل من غيرها هذه الإقليمية خلنا نشوف العالمية العالمية اللي تكون تشتغل في كل القارات كل القارات تشتغل فيها ما هي قارة واحدة مثلا اختارنا واحد قيقا وسبع أيام خلنا نختار هذه تشتغل شوف ديسكوفر جلوبل سبع وثمانين بلد مرة متازلة وأنه اللي جربها هي بس يعطينا تجربة صراحة أنا ما بتجربت إلى الآن حتجربها لكن ترى جوالي اللي زي ما تشوفون بالفيديو غير متوافق بغالي أغير جوالي حتى تكون لأنها شريحة الإلكترونية هذه واحد جيجا بايت في سبع أيام تسعة دولار شوف الدول يصغل فيها تخيل مرة متازلة صراحة إذا أنها ثبتت أنها فعلا عملية والنت فيها كويس هذه الدول شوف الدول في أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية في آسيا في شوف شوف هذه الدول يعني إذا أنت رايح للأوروبا تروح للقليمي وإذا أنت رايح مثلا دولي ممكن تستخدم يعني تروح أكثر من قارة ممكن تستخدم الكويت موجودة شوف آسيا أفريقيا أوروبا مرة متازة أترك لكم بينات لموقعهم كذا فتمنى التوفيق وأتمنى أنكم نقدمنا حاجة لكم مفيدة وشكرا ونراكم في ديوات قادمة إن شاء الله